بسم الله الحمدلله السلامة والسلامة والسول الله الآن نبدأ في القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة شرح أسئلة القبر بسم الله الرحمن الرحيم قد تسألنا 3 على ثلاث أجمع نجزة 3 بياضما أنت سأل في القبر عن شيء أنت سأل في القبر نعم أول سؤال تسأل عنه في القبر من ربك بماذا تجيب إذا لم تتعلم الإجابة الآن هنا وتعمل بها وتدعو إليها وتصبر لا يمكن أن تجيب في القبر إذا لم تتعلم الإجابة الآن سألتها في القبر إذا لم تتعلم الإجابة عن هذا السؤال ونعلم الناس بمقصد بس والعب التأسية ولكن أكبر – لا يمكنك الناس مر بخير؟ ربك؟ ربي الله أ أكبر – اللهم من ربك؟ ألتها لم تتعلم لهم؟ ربك؟ أهل هو الخالق و هو الرزق هذا تربيع بها البدل الله تتعلم لهم؟ يأتنام لهم؟ وطربيع للباطن أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب و أرسل إلينا الأنبياء والرسول عليهم الصلاة حتى نتربى في الباطن لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا يعرف أنه مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق إلا there's a sense to accept and the promise of allah's Allah to Allah is for what you want إذا كنت أنا مخلوق لا بد أن أقوم بشكر والمنعم المتفاقل سبحانه وتعالى وأعبد الله سبحانه وتعالى ولا أشرك به إذا كنت مخلوق what you want to share your power and give them to be 안녕 لا يوجد الله على وجودي الله بما عرفت الله سيأتي معنى أن الأدلة على وجود الله كثيرة جدا إذن العبادة حق لله لا يمكن أن نصرف شيئا من العبادة ولا وسيغا لغير الله لو مرة واحدة في حياتي سجد لغير الله ركع لغير الله طاف بالقبور ذبح للجن هذا مشرك شرك أكبر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه شيء حتى يتوب ولكن أخواننا أمر مهم جدا ينبغي التنبيه عليه نحن الآن نتعلم الحكم على الفعل الحكم على العمل أما الحكم على العمل كل من الناس كافر كل من الناس ضع كل من الناس مبتدح. هذا ليس لنا. هذا الكبار العلماء. هذا للمحاكم للقضاء الشرعيين. نعم. لو جاءتنا مرأة الآن وقالت قال لي زوجي كذا وكذا. هل أنا طالب؟ نعم. 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 نعم.